أعزائي التلاميذ متتبعي قناة طربوية لابو اس فيتين أهلا بكم في هذه الحصة لنصحح سلسلة من التمارين حول تولد الحيوانات مطلوب منا اختيار الجواب الصحيح التمرين الأول يتم إنتاج الكائنات الحية وانتقال صفات وراتية بواسطة الافتراس التركيب الضوئي التولد ام التنفس إذن فيتم إنتاج الكائنات الحية وانتقال صفات وراتية بواسطة وظيفة التوالد صحيح نمر إلى التمرين الثاني يتطلب التوالد الجنسي مساهمة النباتات والحيوانات الدكر والأنتى اليارقات والجراتيم الصخر والمعادل إذن يتطلب التوالد الجنسي مساهمة الدكر والأنتى صحيح نمر إلى التمرين الثالث نميز بين الجنسين بواسطة الصفات الوراثية الصيغة السنية نوع التنفس الصفات الجنسية إذن نميز بين الجنسين بواسطة الصفات الجنسية صحيح نمر إلى التمرين الرابع الصفات الجنسية التانوية هي الأعضاء التنسلية الأمراض الوراثية علامات البلوغ الجنسي النظام الغدائي إذن فالصفات الجنسية التانوية هي علامات البلوغ الجنسي صحيح نمر إلى التمرين الخامس الضور الأنتى في التولد هو إنتاج الحيوانات المنوية الموريتات الشراغيف أم البويضات إذن ضور الأنتى في التولد هو إنتاج البويضات صحيح نمر إلى التمرين السادس الحيوانات المنوية والبويضات هي يارقات أمشاج غدد تناسلية مسالك تناسلية إذن فالحيوانات المنوية والبويضات هي أمشاج تناسلية صحيح نمر إلى التمرين السابع تنتج الحيوانات المنوية بواسطة الموتى الحواصلة المنويتان الخصيتان ومبيضان إذن تنتج الحيوانات المنوية بواسطة الخصيتان صحيح نمر إلى التمرين الثامن تنتج البويضات عند البقرة بواسطة الخصيتان الضرع الرحم أم المبيضان إذن تنتج البويضات عند البقرة بواسطة المبيضان صحيح نمر إلى التمرين التاسع المبيضان والخصيتان هما غدد تناسلية أمشاج تناسلية هرمونات جنسية مسالك تناسلية إذن فالمابيضان والخصيتان هما غدد تناسلية صحيح نمر إلى التمرين العاشر الهرمونات الجنسية تنمي اليرقات الجنين الحركات الصفات الجنسية إذن فالهرمونات الجنسية تنمي الصفات الجنسية صحيح نمر إلى التمرين الحادي عشر الحيوانات المنوية خيطية متحركة ثابتة كروية عديدة في الحيوانات المنوية تمتز بكونها الشكل خيطي وهي متحركة وعديدة صحيح خمسة على خمسة نمر إلى التمرين الثاني عشر تتحرك الحيوانات المنوية بوسيطة الرأس النوات الذكرية الصوت ام القطعة المتوسطة اذا تتحرك الحيوانات المنوية بوسيطة الصوت صحيح نمر إلى التمرين الثالث عشر اندماج بويضة وحيوان منوي يسمى البلوغ الإبادة الإخصاب ام التزاوج اذا اندماج بويضة وحيوان منوي يسمى الإخصاب صحيح نمر إلى التمرين الرابع عشر بعد الإخصاب تتحول بويضة إلى مشيج دكاري مشيج انتوي بيضة ام مبيض اذا بعد الإخصاب تتحول البويضة إلى بيضة مخصبة صحيح نمر إلى التمرين الخامس عشر تتحول البيضة المخصبة إلى مشيج خصية مبيض ام جانين اذا تتحول البيضة المخصبة إلى جانين صحيح نمر إلى التمرين السادس عشر عند الضفضعة ينمو الجانين في الماء الرحم التربة ام المبيض اذا عند الضفضعة ينمو الجانين في الماء صحيح التمرين السابع عشر عند الحيوانات الولودة يتغدى الجانين من الخصية المبيض دم الام ام المدخرة البيضية اذا عند الحيوانات يتغدى الجانين من دم الام صحيح نمر إلى التمرين الثامن عشر تعاقب عناصر ومراحل التولد يسمى دورة الفصول دورة الأرض دورة الحياة دورة الدم تعاقب عناصر ومراحل التولد يسمى دورة الحياة صحيح نمر إلى التمرين التاسع عشر يرقات الفراشات هي الأسرعات ام البلاعط ام الشراغف ام الجينات اذا يرقات الفراشات هي الأسرعات صحيح نمر إلى التمرين الاخير التمرين العشرين الاخصاب الخارجي يتم في الدم التربة الهواء ام الماء اذا الاخصاب الخارجي يتم في الماء اعزائي التلاميذ لقد حصلنا على العلامة عشرين العشرين لقد انهينا هذه التمرين ادعوكم للمشاركة في قناتي كما انتظر تعليقاتكم لتحسين هذه الأعمال التربوية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا